الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان السلام من الله عليكم وتحية مني إليكم أيها الإخوة الأكارم وأهلا بكم في لقاء متجدد مع القرآن الكريم وفي رحاب بلاغة القرآن الكريم في اللغة العربية أيها الإخوة أسرار وأسرار وفيها جمال لا ينقضي منه العجب قال فيه شوقي رحمه الله أمير الشعراء إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي وقال شعر آخر لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضادي في هذه اللغة كما قلت أسرار وهذه الأسرار تنعكس في القرآن الكريم تجد لها أمثلة رائعة جميلة في قرآن ربنا وفي كلام ربنا جل وعلا من هذه الأسرار تغير المعنى لتغير الحرف فالحرف في اللغة وهذا موجود في كل اللغات أيها الإخوة متى تغير حرف في الكلمة تغير له المعنى وقد قال علماء اللسانيات إن أقل ما يمكن أن يغير المعنى في الكلمة يدعى بالفنم أو عربوه بالصوتم أريد أن أمثل لهذا بقصة طريفة في البداية ثم آتي إلى أمثلة قرآنية إن شاء الله يقال إن أبا نواس كان في مجلس الرشيد يوما ويبدو أنه مدحه بقصيدة فلم يعطه شيئا وإنما أعطى جارية تسمى خالصة فأبو نواس امتعظ من هذا وذهب إلى باب خالصة بعد انقضاء المجلس وكتب عليه لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة جاءت خالصة الجارية فقرأت الشعر فغضبت وذهبت إلى الرشيد إلى هارون الرشيد تشكو أبا نواس أبو نواس كان أسرع منها إلى الشعر ذهب إلى البيت الذي كتبه فمح ذيل العين من الشطرين لقد ضاع لما مح الذيل أصبحت لقد ضاء إذن لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة أصبح البيت لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة جاء الرشيد فقرأ البيت فسر به وأمر لأبي نواس بعطاء إذن ماذا فعل أبو نواس غير الحرفين فقالوا إن هذا البيت همزت عيناه فأبصر همزت عيناه طبعا الهمز في اللغة أيها الأخوة اللكز فإذا همزت العين تقلع يعني كان من حق العين لو كانت العين المبصرة طبعا أن تقلع بالهمز لكنهم قالوا في البيت همزت عيناه فأبصر أي جعلت العينان همزتين فأبصر البيت صار في المديح لا في الهجاء هذا يجرني إلى بعض الأمثلة القرآنية التي نجد فيها الفعل وأخاه أو الفعل وما يشبهه تماما بتغيير حرف أو بتغيير نقطة بمثل قوله تعالى نفد ونفذ هذان الفعلان نفد بمعنى انتهى ونفذ بمعنى دخل فلاحظوا قوله تعالى في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لنفد البحر انتهى ولا يجوز هنا لا يجوز هنا أيها الإخوة أن نقول نفذ أما نفذ بفتح الفاء طبعا وبالذال بالذال المعجمة فكقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إذن هنا من نفذ بالذال المعجمة أي التي عليها نقطة وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن الدال في نفذة غير الذال في نفذة ومن جميل التعليلات التي كنت سمعتها من شيخنا الشيخ شام الحمصي وهو صاحب نظرات ووقفات وتأملات في كتاب الله بما أتي من علم في اللغة ومن بيان رفيع ومن خطابة جميلة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمنى عليه بالشفاء والعافية يقول الشيخ شام الفرق بين نفذ ونفذ كالفرق بين النقطة وعدم النقطة يقول نفذ فيها نقطة إذن يبقى أثر لهذا الفعل فهو يدخل من مكان لينفذ إلى المكان الثاني كأن هذه النقطة من أثر بقاء الفعل أما نفذ فلا نقطة فيه لأن ما ينفذ ينتهي ولا يكون له أو ولا يبقى له أي أثر إذن ما كان بالدال يبقى له أثر وما كان بالدال لا يبقى له أثر أمثلة اختلاف الفعل أو اختلاف معنى الفعل لاختلاف حرف فيه أو لزيادة حرف كثيرة في كتاب الله من مثل القاصط والمقصط طبعا القاصط من قصط الثلاثي اسم الفاعل من قصط قاصط وقصط أيها الإخوة جار عن القصد لذلك أنت تقرأ قوله تعالى وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة فهم مذمومون هم جائرون هم ظالمون عدلوا عن حكم الله وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة أما المقصط فعلى العكس تماما هو ممدوح لأن المقصط هو العدل هو الذي يحكم بالعدل هو الذي لا يجور ولا يظلم لذلك أنت تقرأ قوله تعالى إن الله يحب المقصطين والله سبحانه وتعالى يأمر بالقصط فالقصط وأقصط فهذا العدل أما ذاك فهو الظلم والفرق هو هذه الهمزة قصط ظلم جار أقصط أسقط الظلم قالوا هذه الهمزة همزة الإزالة همزة الإزالة إذا دخلت على الفعل أزالته كأنها تعكس معناه ومن مثل ذلك أيضا قوله الفعل عجزة وأعجزة عجزة يعني ما قدر على شيء أما أعجزة جاء بفعل أعجز غيره فكان معجزة لذلك اسم الفاعل من عجزة عاجز فهو عاجز لا يقدر على شيء وأما اسم الفاعل من أعجز معجز المعجز هو الذي يأتي بشيء يعجز فيه أو يعجز به غيره كالقرآن الكريم المعجز الله سبحانه وتعالى أعجز العرب والعجم والإنس والجان عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أمثلة اختلاف الحرف أو اختلاف المعنى لاختلاف الحرف كثيرة أختمها بقصيدة جميلة فيها اختلاف أحرف اختلف فيها المعنى لكنه اختلاف بيّن اختلف المعنى اختلافا بيّنا فقُلِبت الحروق فقُلِبت معنى القصيدة من الذم إلى المذح تقول القصيدة من رام أن يلقى تباريح الكرب من نفسه فليأتي أجلاف العرب هذا ذم لكنه ينقرب إلى مديح بوضع بعض النقاط أو بإزالة بعض النقاط فيصبح من رام أن يلقي تباريح الكرب من نفسه فليأتي أحلاف العرب هناك أجلاف هنا أحلاف أزيلت النقطة فانتقل الكلام من هجاء إلى مديح البيت الثاني يرى الجمال والجلال والخشب والشعر والأوبار كيف منقلب هذا الذم ينقرب إلى مديح يرى الجمال الجمال صارت الجمال والجلال والحسب والشعر والأوتار كيف منقلب الشعر صارت الشعر طبعا هنا لم يتغير الحرف وإنما تغيرت حركته وسأتي إلى تغيير الحركة وما فيها من تغيير للمعنى ثم أسرق أهل الأرض عن أم وأب وأسمج الناس وأخزى من نهب هذا ذم يتحول إلى مديح أشرق أهل الأرض عن أم وأب وأسمح الناس وأجزى من نهب أجزى عوض أخزى أجزى اختلفت الخاء واختلف باختلافها المعنى اختلافا بين ومن طريف ما قيل في هذا رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فقام إلى السيف أحدهم يصف بخيلا فيقول رأى الصيف مكتوبا على باب داره فلخوفه من الضيف صحفه قرأ كلمة الصيف ضيفا فقام إلى السيف فقلنا له خيرا فظن بأننا نقول له خبزا فمات من الخوف فقلنا له خيرا فظن بأننا نقول له خبزا صحفها من خير إلى خبز فمات من الخوف هذه أمثلة سريعة أيها الأخوة لتغير المعنى بتغير الحرف أو بتغير نقطة على الحرف أو بتغير حركة على الحرف ولتغير الحركة كلام آخر ينبغي أن أخصص له حلقة كاملة فتغير الحركة أيضا يغير المعنى تغييرا بينا وما أكثر المواضع التي في كتاب الله تغيرت فيها حركة فاختلف المعنى اختلافا بينا كاختلافه بين نعمة ونعمة واختلافه بين خلف وخلف وبين الغرور والغرور مما سأبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ترجمة نانسي قنقر